فيا أيها الناس قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان فجاء شهر رمضان ثم خلفتموه وراء ظهوركم وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت لقد حل بكم شهر رمضان ضيفا كريما فأودعتموه ما شاء الله من الأعمال ثم فارقكم شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه إن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت أيها الناس لئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل فإن زمن العمل لم ينقطع ولئن انقضى صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد فمن صام رمضان وأتبعه بستة أيام من شوال كان كصيام الدهر فينبغي للإنسان أن لا يدعى صيام ستة أيام من شوال لأنها أيام قليلة وفيها هذا الفضل الكثير والأفضل للإنسان أن يبادر بها من ثاني يوم العيد وأن يتابعها حتى ينتهي منها لأن ذلك من باب التسابق إلى الخير ولكن لو أخرها أو فرقها فلا حرج عليه ما دام الشهر باقيا فيا عباد الله إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون فاخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب احرصوا على فعل الخير احرصوا على الإحسان إلى الناس احرصوا على كف الأدى عنهم فإن الله تعالى يحب المحسنين فاتقوا الله عباد الله وبادروا أعماركم بأعمالكم وحققوا أقوالكم بأفعالكم فإن حقيقة عمر الإنسان ما أمضاه في طاعة الله وإن الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله العماني والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله العماني اشتركوا في القناة